بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن عن موضوع هام وهو كيف تشتكي الحنجرة أيها الإخوة أيها الأخوات لنسأل أنفسنا سؤالا مهما ما هي وظائف الحنجرة هل الحنجرة فقط هي مصدر إخراج الصوت قد استغربون لا طبعا إخراج الصوت ليس أهم وظيفة للحنجرة أهم وظيفة للحنجرة هي أنها مجرى التنفس بدون ثنيتين صوتيتين تفتحان بشكل حر أثناء التنفس لا يستطيع أي مننا أن يتنفس فأيضا هذه أهم وظيفة للحنجرة وفي هذه الأثناء تكون الثانية تاني مفتوحة أيضا للحنجرة وظيفة أخرى أيضا مهمة لا تقل أهمية عن عن التنفس وهي حماية مجرى التنفس من أي شيء يدخل إليه ولو كان حتى اللعاب مجرى التنفس وما بعده نتكلم عن قصبة هوائية ورئتين لا يسمح أبدا بدخول هذه المنطقة ما تحت الثناء الصوتية إلا للهواء حتى اللعاب منطقة ممنوعة فسبحان الذي خلق برنامج حماية في هذه المنطقة يكح الإنسان ليطرد أي شيء يدخل منها ثم تأتي طبعا الوظيفة المهمة وهي وظيفة إخراج الصوت ونكرر مرة أخرى نحتاج من الإنسان أن يقرب الثنيتين الصوتيتين معا ليخرج الصوت بدون ذلك لا يوجد الصوت طبعا وأيضا هناك وظيفة قد يغفل عنها الآخر كثير من الناس أكرمكم الله عندما يكون الإنسان منه في دورة المياه ويحتاج أن يعصر قليلا عند إخراج الحاجة أو عند المرأة التي في حال ولادة تحتاج أن تغلق الثنية الصوتية وتضغط قليلا حتى يخرج المولود بسلام بدون وجود ثنيتين صوتيتين منغلقتين بشكل جيد لا تستطيع الحنجرة القيام بدورها كيف فهمنا ذلك أن في الحالات التي استؤصلت فيها الحنجرة لسبب سرطان لا سمح الله وخلافه هذا المريض يعاني من مشاكل طيب سؤال هنا أيضا آخر مهم عندما تكون هناك مشكلة في الصوت مشكلة في الحنجرة ما هي الشكاوى التي يأتي بها المريض في العيادة عادة ويشتكي منها قد تكون صعوبة في التنفس كما ذكرنا نعم ليست في الصوت قد تكون مشكلة في التنفس لا يستطيع أن نتنفس بشكل جيد قد تكون صعوبة في البلع لماذا؟ عندما لا يستطيع الإنسان أن يغلق الثانيتين الصوتيتين بإحكام أثناء البلع قد يخرج قد يدخل عفوا عبر الحنجرة بعض الماء بعض الأكل حتى بعض اللعاب إلى القصبة الهواء ثم الرئتين يشرق الإنسان يكح وقد يكون معرض لبعض الالتهابات الخطيرة في الرئتين وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات لكبار السن أيضا من الشكاوى الكثير التي نسمع عنها وجود ما نسميه إجهاد في الصوت يشتك الإنسان يقول عندي إجهاد عندي تعب عندي إرهاق بداية اليوم أموري جيدة ولكن مدرسة ومدرسة مع حلقة حلقتين ثلاثة أبتأوا عاني من إرهاق من إجهاد من ثقل من جفاف هذه أيضا نسميها الوهن الصوتي ويعاني منه الكثير ثم الشكل المعروف لمشاكل الحنجرة وهي البحة ونعرف البحة أي تغير في الصوت عما اعتاد عليه الإنسان وقد تكون المشكلة كبيرة إلى درجة أن ينقطع الصوت تماما إذن قد تكون هناك مشكلة في التنفس قد تكون هناك مشكلة في البلع وحماية المجرى التنفس أثناء البلع قد يكون هناك ألم أو إجهاد أو تعب أو بحة أو انقطاع كامل في الصوت إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا عن موضوع كيف تشتك الحنجرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة